قام عدد من أعضاء اللجنة تنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بمحافظة الحددة بزيارة ميدانية إلى إدارتي شرطة مدريتي الخوخة وحيس للطلاع وتعريف المسؤولين بمهام اللجنة ووجبة الأحداث وخلال الزيارة التي تأتي ضمن البرنامج الذي تسير عليه اللجنة برئاسة رئيس محكمة الخوخة الابتدائية القاضي الدكتور عثمان مغقر استمع مدير شرطة الخوخة العقيد إسماعيل قادورة وشرطة حيس العقيد محمد كزيح عدد من الضباط والأفراد من أعضاء اللجنة التعريف بمهامهم وأعمالهم ووجب الجميع تجاه الأحداث ومعاناتهم بدورهما رحبا مدير شرطة الخوخة وحيس بعض اللجنة مبدين استعدادهما للتعاون بكل ما يخدم الأحداث ثم ثم منين دور اللجنة في متابعة الأحداث والتعريف بحقوقهم وفي ختام الزيارة طاف أعضاء اللجنة مع مديراء الشرطة بحيس والخوخة بأقسام إصلاحيتين للإطلاع آل الأوطاع فيها شكرا